أَوْ كَالَّذِي مَرْ عَلَى قَرْيَةٍ مُعِيَ قَارِيَةٌ عَلَى قُرُشِهَا قَالَ أَنَّا يُحْيِي هَذِي اللَّهُ بَعْتَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ بِأَتَعَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَمِذْتُ؟ قَالَ لَمِذْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْرَيَوْمُ قَالَ مَنْ لَمِذْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّكَ وَانْظُرْ إِلَى طِعَامِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى طَعَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَجْسُمُهَا نَحْمَا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَرِيرٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَلِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنُوا قَالَ بَنَا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلِّي قَالَ فَأَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الضَّيْرِ فَصُرُنَّ إِلَيْهِ ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْ هُنَّ جُسْءًا ثُمَّ دَعُونَ يَفْدِي لَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ حَكِيمٌ ترجمة نانسي قنقر